مساكم الله بالخير اليوم السبت وموضوعنا كالعادة السياسية كل سبت ما الذي يفعله أردوغان في ليبيا ولماذا شارك في قمة كوالا لنبور التي فشلت في البداية أود أن أؤكد على الكلام أو وجهة نظري التي ذكرتها عدة مرات ومنذ سنوات أكررها دائما أن تركيا فاقدة لبوصلة العلاقات الدولية بوصلت علاقاتها الدولية عطلانة وفي البداية عرفنا أردوغان وهو يلهث وراء الاتحاد الأوروبي كي ينضم له ثم بعد شروط طويلة ومرهقة ومفاوضات طويلة وشروط تمكن من تحقيق بعضها ولم يتمكن من تحقيق بعضها ولم يتمكن من تحقيق البعض الآخر ولا تاركا الاتحاد الأوروبي وقفز من سفينة الاتحاد الأوروبي إلى سفينة الربيع العربي بعد أن قام الثورات في بعض الدول فزار تونس ومصر مؤيدا أسقاط الأنظمة والثورات المزعومة واتخذ موقفا كلاميا فقط في سوريا أملا على أن يسقط النظام ثم يكون هو من سجل موقفا مع الشعب السوري ويكون على علاقة طيبة مع النظام الجديد لكن سقطت تلك الأنظمة بالانتخابات أو بغيرها في مصر وتونس وأيضا ليبيا لم تنتهي وكذلك سوريا بل أن النظام ازداد قوة وصلابة وحصلت الحادثة الشهيرة التي حولت بوصلة العلاقات التركية وهي أسقاط طائرة روسية فتحولت بوصلة العلاقات التركية وأصبحت باتجاه روسيا والنظام الإيراني والنظام السوري بعد أن كانت ضدهم فخلال فترة بسيطة انظروا كيف هذه التحولات الآن أردوغان أمام تحول رابع أو خامس أو ربما أكثر وهو القفز من سفينة الخروج والابتعاد عن العلاقات مع روسيا بسبب موقفه في ليبيا إذن لماذا يضحي في روسيا ويتخذ هذا الموقف الصلب تجاه ليبيا ويصر على دخول ليبيا حقيقة يعود الأمر إلى سببين اثنين وهو أن تركيا ذاقت طعم النفط الممنوع فهي كمدمن المخدرات الذي ذاق طعم هذه الممنوعات وأدمن عليها فأصبحت هذه الممنوعات تشكلها مهرب سهل من واقع المرير فالواقع المرير الذي تعيشه تركيا أن حطاط عملتها والمشاكل الاقتصادية وعدم قدرتها على النهوض باقتصادها وغرقها في الديون جعلها تلجأ أو تجد ملاذا في النفط الممنوع متى بدأت قصتهم عن النفط الممنوع حينما احتل داعش كبير من الأراضي السورية والعراقية كان أكبر زبون لهذا النفط هو تركيا وكان النفط داعش يخرج عبر تركيا وتركيا تشتري بعضها وبعد انتهاء داعش أصبحت تركيا تشتري النفط من إيران وطبعا بأسعار مختلفة عن السوق فأصبح هذا النفط مغري جدا وحاولت تركيا إذا تتذكرون في بداية العقوبات الأمريكية أن تتملص من العقوبات وأن تعترض على العقوبات ولما رأت الإصرار الأمريكي طبعا لم تجد بدا من الرضوخ للعقوبات فبالتالي هي تبحث عن هذا النفط الرخيص عن هذا النفط الذي يباع في السوق السوداء بأقل من السعر الرسمي ولم تجد سوى النفط الليبي النفط والغاز الليبي يمكن أن يباع بأسعار أرخص من السوق إذا ما تحالف أردوغان مع أطراف مستعدة أن تبيع وطنها مقابل بقاءها على السلطة فما بالك إذا باعت نفط أو غاز أو ما إلى ذلك وهم طبعا السراج وجماعة الأخوان اللي هم حلفاء السراج فما عندهم مشكلة يبيعون ليبيا كلها مقابل أن يبقوا في السلطة لذلك وقع أردوغان مع السراج وحكومة السراج اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع أن ما بينهم حدود بحرية مما أغضب اليونان المهم أنه وقع هذه الاتفاقية تمهيدا للاستيلاء على النفط والغاز الليبي أو جزء منه مقابل أن يدعمهم عسكريا فهو يستعد الآن أن يصوت برلمانا على إيفاد قوات تركية لليبيا لتساند حكومة السراج هذا الأمر طبعا أغضب روسيا اللي هي تساند حفتر وهو خصم السراج وحكومة الوفاق فبالتالي هنا ظهر موقف تركيا واستعدادها لأن تتخلى عن روسيا وعلاقتها مع روسيا مقابل حصولها على هذا النفط الممنوع إذا تخلى طبعا عن روسيا تريد طبعا بدائل وحلفاء لها وتريد شرعية دولية إذا كانت روسيا طبعا أمريكا ضد هذه الخطوة والتحاد الأوروبي ضد هذه الخطوة ما عندها غير روسيا أيضا روسيا ضد هذه الخطوة فهي شكلت شبكة علاقات جديدة راحت تحصل على موافقة من حكومة تونس ثم شاركت في المؤتمر الذي فشل والذي انعقد في كوالا لنبور طبعا بتخطيط من إيران والأخوان في محاولة منهم لسحب البساط من المملكة العربية السعودية التي تتزعم العالم الإسلامي عبر رابطة العالم الإسلامي ولما رفضت السعودية المشاركة وسحبت بعض حلفائها مثل أندونيسيا وباكستان وهم أهم من كل الدول المشاركة أندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث السكان وكذلك باكستان قوة ضاربة عسكريا لا يستهان بها وأيضا صناعية بالنسبة للعالم الثالث فهاتان الدولتان المهمتان انسحبتها وسجلتها موقف لصالح السعودية مما شكل فشلا ذريعا لهذه القمة فمحاولة تركيا الاشتراك في هذه القمة هي محاولة إيجاد معسكر جديد لتقفز منه وتحصل على مشروعية ليساند هذا المعسكر الجديد نية تركيا الاستفادة من ليبيا قلنا ليبيا دخلتها تركيا لهدفين الهدف الأول هو النفط الممنوع والهدف الثاني هو اللعب على وتر اللجوء اللاجئين سبق لتركيا أن لعبت بملف اللاجئين السوريين وابتزت به الأوروبيين وحصلت على مكاسب حصلت على بعض المليارات وحصلت على مفاوضات تفاوضت مع الاتحاد الأوروبي بعد أن كان الاتحاد الأوروبي يعني مو ملقيهم بال ومسوف نجتمع بعد سنتين بعد ثلاث سنوات بخصوص ملف انضمامهم الاتحاد الأوروبي أصبح الاتحاد الأوروبي هو يطلب من تركيا الاجتماع بها وتركيا تفرض شروطها وطلبت تركيا ستة مليار وتم منحها عدد من المليارات بعدين تركيا قالت نبي كاش والاتحاد الأوروبي قال لا نحن ندفع مساعدات عينية المهم أن نختلفوا على هذا الملف الآن تركيا تريد تحكم أكثر بهذا الملف ملف اللاجئين وتبتز به الاتحاد الأوروبي ومعروف أن أكبر بوابة لجوء حاليا الاتحاد لأوروبا بشكل عام هي ليبيا هي ليبيا فسيطرت تركيا على ليبيا تهدد الاتحاد الأوروبي وتجعل من ليبيا متحكم رئيسي في هذه البوابة التي تشكل قلق وهاجس الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي غير قوانينه في بعض الدول ليجد حلا لهذه المشكلة واستقبل لاجئين ثم فلترهم وعاد إرسال بعضهم ألغى اللجوء وعاد إرسالهم إلى دولهم وأصبح يقول لهم أن لجوءهم مؤقت وضيق على البعض الآخر وحصرهم في مناطق معينة إما أن تبقى هنا أو ترجع إلى بلدك المهم أن هذا الأمر لم يكن معهودا لكن لكمية اللاجئين الكبيرة والاتحاد الأوروبي تعامل بهذه الطريقة المهم أن هدف تركيا هو النقطتين الرأسيتين هاتين النفط الممنوع واللعب على ورقة اللاجئين في ليبيا السؤال الذي لم نجد له إجابة حتى الآن لماذا ضحّت تركيا بطائرات F-35 مقابل حصولها على منظومة S-400 الروسية الدفاعية هذه المنظومة الدفاعية تحمي الدولة ضد أي صواريخ فما الذي جعل تركيا تضحّي بطائرات F-35 الأمريكية التي تتمنىها العديد من دول العالم مقابل حصولها على منظومة دفاعية مضادة للصواريخ فهل تتوقع تركيا أن تدخل حربا قد تؤدي إلى أن تقصف تركيا بالصواريخ لا أعلم أن بعد الدولة العثمانية قد قصفت تركيا بأي صاروخ ولا يوجد عدو حاليا محتمل أن تدخل معه تركيا حربا وقد تتعرض خلال هذه الحرب إلى قصف صاروخي فلماذا ضحّت تركيا هذه التضحية مقابل التمسك بهذا السلاح الدفاعي فهل اقتربت هذه الحرب التي لا نعلم من هو طرفها الآخر الذي يتوقع أن يقصف تركيا بالصواريخ هذا السؤال الذي لم نجد له إجابة حتى الآن